الأستاذ اسماعيل بيكلم عن مسألة التشاهد صحيح في الصلاة بأن هناك من يعترض عليه لما يسيد النبي فيقول وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فبيقول اللي اعترض عليك ده يعني ما هو سيدنا صلى الله عليه وسلم أليس هو القائل وأنا سيد ولدي آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم فجائز ومندوب ده ده من باب تقديم الأدب على الاتباع كما زي ما فعل سيدنا علي ابن أبي طالب في صلح الحديبية لما لم يوافق على أنه يمسح هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله قريش كانت معترض على رسول الله عايزين يكتب محمد هذا ما اتفق عليه محمد فلما أمر بأنه لم يمسح رسول الله برغم أن النبي عيسى تسام أمره أنه يمسح عليه الصلاة والسلام لكنه لم يمسح تقديما للأدب أنه ده مقامه ونحن نجله وهو سيدنا وسيد الجميع وسيد الخلق أجمعين فإذا أنت قلت من باب الأدب لمانع وهو أولى وهو مندوب اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا ومولانا محمد